السلام عليكم يا رب تكونوا بألف خير انسي بقى العيش الفينو لما تقعدت لفيه لفاق واحدة واحدة وتعالي النهاردة هنعمله في صاج واحد وكمان بدون تشكيل ولا أدوات تشكيل وهتطلعي صاج تحفة جدا للفطار وكمان السندواتشات بديل السندواتشات وكمان للانش بوكس بيكون تحفة واللازيز كده وطعم لما تقدمي لي ولادك وهو مكعبات صغندوطة كده في الحشوات اللي انت تفضليها وتحبيها وزي ما انشفة كده النتيجة مبهرة حرفيا عايز اقولك كمان ان الساق ده يكون تحفة جدا بقى لو انت عندك عيد ميلاد وبيبقى حلوة قوي بديل البيتزا تقدر ان انت تعمليه مكعبات صغيرة كده وتقدميه بيكون خطير حرفيا مش هياخد مننا وقت هتعمليه بكل سهولة كمان تزينيه بالطريقة اللي تحبيها هنعمله بعجين اقتصادية يعني بشوية دي ومية وهتطلعي النتيجة التحفة جدا المبهرة دي عايز اقولك عليه في الفطار خطير هتعتمديه وكل يوم هتقومي تعمليه لان مش هياخد منك وقت خالص في المطبخ مكوناته بسيطة جدا يلا بينا على بركة الله اهم حاجة نعملها نسمي الله ونصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي وسلم تسليما كثيرا كمان لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشترك في القناة ولايك للفيديو وياريت تكرمي علي كده وتحطيلي التعليق امر منك اهم حاجة في المعجنات لازم ان ننخلها وانا هنا جايبة دقيق كل الاستخدامات زي ما انت شايفة كده بفضي من الكيس في ما انخل على طول وببدأ ان انا ننخله بالشكل ده في العجانة بتاعتي بتجيب دقيق كل الاستخدامات تجابيه سايل من عنده اي عطار او محل بقالة براحتك خالص اهم حاجة نخليه كويس قوي ما يكونش فيه واحدة مقاروناية حبا يتعطسايا اي حاجة زي دي نتأكد منه انضافة الحاجة اولا ثانيا النخل الدقيق بيخلي الدقيق بتاعي هش كده وجميل حطت زرة ملح معلقة كبيرة سكر وكمان حطت نص باكت خميرة تمام ومعايا هنا بيضاية زي ما انت شايفين هخلي الصفار لي الديهان الوش وهحط البيض في العجينة وكده نبقى استخدمنا البيضة كلها طب لو ما عنديش بيضة وعايز اعمل عجينة اكسطادية اكتر من كده من غير البيضة خلاص شيل البيضة ولا يهمك وهقولك على طريقة حلوة اوي الوش المعجنات هنا كمان انا بعجن بالمية زي ما انت شايفين كده نزل المية بالتدريج مقدار المية مش هقول لكم عليه لانه بيختلف من نوع دي للتاني وهنا انا باستخدم الموج اللي انتو شايفينه ده بنزل شوية بشوية ينحط كده موج مية جنبك وبدأ ينزل شوية بشوية لحد ما العجينة تاخد المية الكفاية بتاعتها وتحس ان لسه في شوية دقص وغيرين كده حواليكي فما تزودش مية تاني بدأي عجيني فيها بقى وهي هتتشرم عشان تتأكد انك عملت عرق للعجينة وعجنتيها وخدمتيها كويس قوي وما تطلعش منك ملزقة خالص هنا انا مش هسيبها تختمر في البداية كده انا بس هجيب الصاج اللي انا هشتغل فيه هبدأ كده ان انا ادهنه دهنة من الزيت زي ما انتم شايفين اقتصادية اقتصادية ولا زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة من الحاجات دي تمام دهنت زيت في الصاج كده وخلاص مش اكتر من كده بعد كده باجيب العجينة اها زي ما انتم شايفين انا بس يادو بغطتها وبعد كده هاخد نص العجينة دي نص قطعة العجين بالشكل اللي انتم شايفين تمام هبدأ بقى نص العجينة اللي انا اخدتها هبدأ أفردها في قلب الصاج اللي أنا دهنته زيت كده هي بقى مش محتاجة أن أنا أفردها على رخامة وبعدين أحطها في قلب الصاج ولا الحاجات دي خليكي ست بيت كده إيه سريعة واقتصادية في كل حاجة ما تبهدليش أدوات ما تستخدميش خامات كتير حاجات زي كده تمام أهو بكل سهولة وعشان فردين الصاج بتاعنا زيت الدهنت معاق اتفردت معانا بكل سهولة تمام زي ما نشايفين كده هاتيها من النص البرة حاول بإيدك تحس العجينة وتخليها كلها نفس استوى ونفس الارتفاع بالشكل اللي أنتو شايفينه ده أجيب بقى شوية إيه أي بواية اللاجة عندك الحشوة اللي تفضليها سواء حدقة أو مسكرة براحتك خالص قدمنا حشوات كتير في معجنات كتير قدمناها مع بعض قبل كده تقدر تشوفوا الطريقة بالتفاصيل عندي على القناة هنا أنا هعملها حشوة حدقة ولأن في الفطار كلنا بنحب الحشوة اللي فيها جبنا لانشون الحاجات دي تمام فهبدأ بقى أحط كده شوية لانشون شوية جبنة شيدر حطي الحاجة اللي أولادك بيحبوها تحاوليش إن أنت تجبليهم على حاجة تمام؟ ويكون أفضل طبعا علشان تعملي حاجة وتلاقي فيه عليها إقبال وتحس إن الحاجة دي التكلت بألفة هنا تحب إن أنت تعمليها تاني زي ما قلتلكم الصاق ده بيكون خطير خطير جدا لو أنت عندك عيد ميلاد تقدري تعملي صاق زي ده وتحطي في الأطباء كده يعني قطعة من دي بديل البيتزا بتكون تحفة وشكل جديد ومختلف اللي هي بديل المينيبيتزا يعني بتكون شكل جديد ومختلف وما بتاخدش مننا وقت ومجهود زي المينيبيتزا دي بتكون أسهل بكتير هنا بقى جبت تقدري بقى تجيب النص العجينة التاني وعلى الرخامة بتديها دهنة زيت برضو وتبدأي تفرديها بنفس طول الصاق اللي إحنا عملناه طول وعرض الصاق كده تفردي نص العجينة التاني إيديك الاثنين كده هتفرد معاك بكل سهولة بالتقريب كده وبعد كده احنا هنزبط الدنيا في الصاق بعد ما نحط العجينة شوفي بس انت هتلميها زي لأن في ناس كتير بتفرد العجينة على الرخامة وبتخافي إن هي تشيلها تحطها في الصاق وتتقطع منها فشوفي إحنا هنعمل إيه طريقة أفضل وأسهل وأضمن لكي علشان متبهدليش الدنيا معاك تمام؟ شايفين كده هنعمل إيه؟ طبقت العجينة كده بكل سهولة وبكل سرعة أبدأ إن أنا على طول نقلها في الصاق بتاعي بالشكل ده أو زي ما أنتوا شايفين نبدأ بقى نقفل الأحرف بتاعة العجينة بدنا ضغطها كده بأيدينا علشان أحرف العجينة تلتصق في بعضها والعجينة تتقفل معايا حالو ما تخليش الحشوة تبقى بره علشان ما تسحش منك في الصاق وتبهدل معاك الدنيا تمام؟ بالشكل اللي أنا شايفينه ده هبدأ بقى أغطي العجينة بتاعتي سواء بكيسم شمع أو بلوحة تقطيع زي ما أنتوا شايفين كده واسبها تختمر بجيب السكينة أو القطعة بتاعة المعجنات دي وابدأ إن أنا أديها دهنة من الزيت عشان وانا بقطع العجينة بتاعتي ما تلزأش تبهدل الدنيا تمام؟ خدوا بالكم الخطوات البسيطة دي لإنها حرفيا أحيانا بتعقد ناس إن هي تخلش تعمل حاجة في المطبخ أنا دهنتها مرة تانية ودورت الصاق بتاعي وابدأ أقطعه بالشكل ده محتاجتش بقى أدوات ولا قعد تشكل سانتوتشات المدرسة واحدة واحدة زي ما أنتوا شايفين كده بكل بساطة حطيت معلقة خل كده على صفار البيضة بتاعي وممكن كمان تحطي معلقة لبن وهي معلقة الخل تمام؟ وببدأ أوزعها بقى على وش الصاج اللي إحنا قطعناه مكعبات صغانطوطة بالشكل ده على فكرة عايز أقولك في الوقت ده ممكن تحطي كده معلقة زبدة وعليها فصل توم وبتكون أطعم بكتير برضه بس إحنا هنا عملنا وش اقتصادي كده وحطين الحشوة جوه العجينة فمش محتاجين بقى إن إحنا نحط حشوات تاني على العجينة من برضه هنا بقى عملت إيه؟ المكعبات بتاعتي أسمتها واحدة سمسم وواحدة زعتر تشوفوا معي دلوقتي هنا حطيت سمسم أبيض وهنا بقى ده الزعتر المحوج اللي بيكون موجودة عند العطار يا جماع بتجيبي زعتر محوج عايز أقولك طعم وطلع أطعم بكتير من اللي عليها سمسم الولاد بقى ياخدوا المكعبات اللي عليها زعتر ويسيبوا اللي عليها سمسم من حلاوة الزعتر ده ممكن تحطيه في الحشوة من جوة كمان على فكرة هنا خلاص تمام كده ببدأ أشغل الفرن بتاعي درجة حرارة 200 بتدخل الفرن درجة حرارة 200 بتدخل في الرفي التاني على طول وتشغلي الشوية على الهادي وبتطلع بعد على طول ربع ساعة المعجنات ما بتاخدش وقت طويل في التسوية عشان تطلع معاك طرية وحلوة وكمان غطيها بعد ما تطلع من الفرن عشان تطرأ أكتر وتكون هشة وخفيفة كده جباية شاي أو شاي بلبن بقى المشروب اللي انت بتحبيه وافطري ألز وأطعم معجنات وانسي ان انت تنزلي على الفرن وتقفي في زحمة الأفران وخصوصا في أول أيام المدارس دي والزحمة اللي بتكون فيها الأفران اعملي حاجتك في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة كده واقتصادية وابدأ ان انت بجد ريحة الخبز في البيت دي حاجة تانية خالص حاجة تبارك الرحمن يعني من نص كيلو دقيق عملنا ما شاء الله صاق زيدة حاجة تبارك الرحمن ممكن كمان تسيبيه للانش بوكسي أقعد معاكي أسبوع لولادك أشوفكم الفيديو الجاه على خير مع السلام